رامز جلال عمل مألف في رضا عبد العال ووقعه غلطات كتير قوي خلال الحلقة في برنامج رامز نيفور اند اولهم شكلها تكون مشكلة كبيرة جدا في بيت كابتن رضا عبد العال بعد ما تغزل في الموزيع كذا مرة وقال لها انت شبه مرات ميسي ومسكتش على كده لا قال لها كمان الجو حلو عشان انت موجودة لو في دور حلو نمثل سوا هتكوني انت اكيد البطلة رامز جلال رض وقتها لان حس ان كده وقع في فخ كبير وقال لها مليش دعوة يا محمد ده مسكتش على كده وخلاص ده جاب سيرة اللاعب الكبير ميسي وقال ده ميسي خلفتي في الملاعب ولما سألوا رامز عن رأيه في موسيماني عبد العال قال مش هغير قناعتي لو هتموتوني مش بيفهم حاجة عن التدريب بس رامز جلال ما سبوش غير لبما قاله لازم تقول قبل نهاية الحلقة انا هجوص وفعلا ما خالفش رامز وقال ونشر رامز جلال بعد الحلقة على طول صورة من كواليس الحلقة على حسابه الشخصي بالانستجرام وعلق قائلا رضا عبد العال بعد المقلة بالتمام